نحول إلى صحيفة اليوم التالي ونقرأ فيها الدرديري يطالب أوروبا بدعم الدول العربية لمحاربة الإرهاب في هذا الموضوع طالب وزيره الخارجية الدرديري محمد أحمد بدعم الجهود المشتركة بين أوروبا والدول العربية لمحاربة الإرهاب والهجرة غير النظامية ومواجهة التحديات المشتركة وعرب عن تطلعه لعقد القمة العربية الأوروبية في شرم الشيخ نهاية الشهر الجاري في وقت سابق أمس لثين ترأس الدرديري بالاشتراك مع مفوضية الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي في دريكا موغريني الاجتماع الوزاري المشترك الخامس بين وزراء الخارجية خارجية الدول الأوروبية والعربية في بروكزين وقال وزير الخارجية في خطابه الاتتاحي باعتباره رئيسا للجانب العربي إن روابط التاريخ والتطلعات نحو المستقبل وعوامل التداخل والقرب الجغرافي والتحديات المشتركة تشكل دوافع إضافية لمزيد من التعاون بين أوروبا والعالم العربي من جانبها قالت مفوضة الاتحاد الأوروبي بوغريني إن هناك رغبة أوروبية حقيقية في تعميق التعاون سيما وأن الاتحاد الأوروبي حريص على إدارة حوار مع مختلف الكتل الإقليمية في العالم يبدو أن أوروبا سيد إبام والغرب بصورة عامة في عقاب موجات الهجرات غير الشرعية الآن أصبح بصورة جدية يلتفت ما زالت التعاون الدولي حتى مع الدول الأقل نمو كيف تنظر لهذه الشراكات لمواجهة ما يسمى بهذه الهجرات غير الشرعية والاتجار من البشر كذلك؟ نعم أكثر من يعاني من هذه الهجرات غير الشرعية هم أهل أوروبا باعتبار أن هؤلاء المهاجرين يقصدون في هجرتهم هذا إلى دول أوروبا بعينها من هنا يتطلب الأمر ليس الدعم المعنوي للدول التي فيها قدر من مسارات هذه الهجرات يعني دول في دول منشأ دول عبور دول وصول فكل هذه الدول خاصة الدول العربية والأفريقية التي تنشأ منها هذه الهجرات دولها ليست هذه المسائل في صدارة اهتماماتها وقدراتها ومقدراتها فلذلك تلك الدول التي تعاني من هذا الأمر ينبغي أن تساعد مساعدة حقيقية لهذه الدول حتى تستطيع هذه الدول أن تكون بفرزون أي تكون حاجزا مانعا لهذه الهجرات هذا يتم بهذه الأساليب التي أراها من المهم الإشارة إليها مساعدة الدول التي تكون دول عبور لهؤلاء المهاجرين بالإمكانات التغنية الحديثة في مراقبة الحدود أنا من كسلة موطني كسلة كسلة منطقة حدودية متاخمة مع دولتين أثيوبيا وإريتريا فإذا كانت أثيوبيا أو إريتريا منشأ لهذه الهجرات مع هذا الطول الحدودي يستشكل على دولة السودان أن تكون بفرزون حقيقي لهذه الهجرات لكن إذا قدر لها وعملت المنظومة الأوروبية سواء من خلال الاتحاد الدول الأوروبية أو حتى من الدول الأوروبية التي تعاني من المسأل مثل إيطاليا، فرنسا، اليونان، بلجيكا، بريطانيا هذه الدول التي تستغل، أسبانيا، هذه الدول التي تستغل ومن ثم إلى سوق حول المهاجرون إلى الدول الأخرى فهذا منطقة الأولى الدعم المادي المتمثل في التغنيات الحديثة باعتبار هذه تساهم إسهاما فاعلا في تقليل هذا الأمر يعتبر أو يرى كثيرون أن المخذة الدائمة والمستمرة على أوروبا ودولها أنها تعتبر التعاون في مزالة محاربة هذه الهجرات والاتجار بالبشر والإرهاب وما إلى ذلك واجبا على كل الدول يؤدي التقاعز فيه لا فرض عقوبات ولكنها بالتالي لا تقدم دعم الكافي فبالتالي كيف تبدو هذه الموازنة وكيف يمكن إحداث التوازن المنطوب بين الأمرين أدركت أوروبا ممثلة في بعض دولها وفي منبومتها باكتحاد الأوروبي أنه لم يعد وضع اللوم على الدول التي يعبر عن طريقها برا أو جوا أو بحرا هؤلاء المهاجرون هذا الاقتناع وصل لدرجة البحث عن سبل وطرق التعاون علينا على هذه الدول من بينها السودان أن تحدد مطلوبات إمكانية إنفاز مثل هذه المناشدات الأوروبية يعني الأمر لا يترك سودان وثم أوروبا تتهم السودان أو مصر أو أي دولة أخرى بأنها معبر لهذه الهجرات غير الشرعية عليها أن تتعاون معها تعاونا وسيقا وتتناسى خلافاتها السياسية مع الأنظمة الحاكمة في هذه الدول لأن هذا بيكون علاج ناجع لهذه الظاهرة أما الإشارة التي تصدرت الخبر فيما يتعلق بمحاربة الإرهاب أيضا هذا الحديث فيه قدر من التعميم هناك بعض الدول ومن بينها السودان عمل جاهدا فيما يتعلق بملف محاربة الإرهاب وحجاجي في ذلك أن المسارات الخمسة التي استوفاها السودان من أجل رفع العقوبات الإقتصادية والتجارية والمالية التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1997 كانت هذه إحداهم إحدى هذه المسارات الخمسة فلذلك بمعنى واضح أن السودان فلفل العمل تجاه هذا الملف يعني السودان أوفى الواجهب لكن بإجازة لماذا لم يزل اسم السودان موجودا حتى الآن في قوائم الدول الرأي الإرهاب هذا إن أردنا أن نتوسع فيه يأخذ مننا وقت أما بعياز الحديث عن رفع هذه العقوبات غير دقيق فيما يتعلق باشتراطات هذا القرار أي أن السودان ينأى عن أي شبهة فيما يتعلق بالإرهاب فالسودان ذهب أبعد من ذلك تعاون مع دول تعاون مع دول كثيرة من بينها الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الملف استخباراتيا ولوجستيا فمن هذا المنطلق كان ينبغي أن يرفع عنه قبل أربع أو خمس سنوات لكن لم يرفع لأنه أمر متعلق بالعلايق أولا السودانية الأمريكية وما يرشوبها من قدر من التجازب والأمر الثاني هذا تهديد مشرع من الولايات المتحدة الأمريكية تجاه السودان حتى يصل السودان إلى موافقات مع الولايات المتحدة الأمريكية وهناك جهود مبزولة هذه الأيام في هذا الملف نكتفي بهذا القدر